بسم الله الرحمن الرحيم والكويت يترى من سيتأهل المباراة النهائية ويلتق الفريق المغرب الذي فاز قبل هذا اللقاء وكما تبعتم على حساب الفريق المغربي بثلاثة أهداف نظيفة الكويت والأداء الجميل في مرحلة المجموعات فرنسا كذلك وأداء جميل في مرحلة المجموعات الفريق الفرنسي تغلب على حساب الفريق الفرنسي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لهدف أمام الفريق الكويتي والذي كان قد فاز على حساب الفريق الإماراتي في مباراة صنفة بأنها نهائي قبل الأوان عندما فاز الفريق الكويتي على حساب الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد إذن طاقم تحكيم في هذه المباراة بقيادة الحكم السيد سيرسن يساعد كل من السيد أشكوز الحكم المساعد الأول ولدينا تامر أبو بكر الحكم المساعد الثاني والسيد عبد الباصل حداد هو الحكم الرابع في هذه المباراة نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة نتمنى أن نشاهد مباراة مثيرة نتمنى أن نشاهد مباراة رائعة براوعة الفريقين وبالمواهب الحاضرة هنا في هذه المباراة اليوم طبعا مباراة وهذا الدور الدور النصف النهائي والذي يصادف كذلك احتفالات دولة قطر باليوم الرياضي يوم الرياضي والذي طبعا تحتفل به دولة قطر هذا اليوم يلاحب الكرام وهنا نحتفل بهذا الدور الدور النصف النهائي كذلك مع الاحتفال باليوم الرياضي هنا في دولة قطر يلاحب الكرام الفريق الكويتي يسعى لأن يصل إلى المباراة النهائية والفريق الفرنسي كذلك بنفس الحلم وبنفس المراد في مباراة اليوم نتمنى أن نشاهد مباراة شميلة نتمنى أن نشاهد مباراة مثيرة وهذه قائمة الفريقين في هذا اللقاء نبدأ أولا بقائمة فريق الكويت لدينا في حراس المرمى المميز الرائع في المباريات الماضية عبد الرضا الشاب لدينا عبد الرحمن الخضر صمام الأمان ودفاع الفريق الكويتي لدينا ياسر أشكناني وعبد بن حجي وكذلك عبد الوهاب الهندي بالإضافة للحسين علي لعب المميز والمميز جدا حسين علي لعب الفريق الكويت اللعب الذي تألق طيلة فترة هذه المطولة ولدينا كذلك سعود قاسم بالإضافة لسعود الصالح وعبد الرحمن الرشيدي إذن هذه تشكيلة الفريق الكويتي في هذا اللقاء لدينا في تشكيلة الفريق الفرنسي في حراس المرمى الحارس تجاج أوتشيك لدينا في الدفاع اللعب يوكيم وبوكوري بالإضافة اللعب يكوربور مايك بيتينجر ولدينا ويليام مايك البريسس ولدينا لليان رايوت وبإضافة اللعب كيليل بينكالوتي وأرثر فرانكويس ودليل علي هذه تشكيلة الفريق الفرنسي في مباراة اليوم المدرب السيد فرانسيوس جوفيل مدرب الفريق الفرنسي وكما هي العادة لدينا علي سعدون مدرب الفريق الكويت المدرب الذي أضاف الكثير حقيقة لأداء الفريق الكويتي فرنسا على اليمين الكويت على اليسار شوطن أول ينطلق في هذه اللحظات بداية فرنسية من الجانب الأيمن تقدم بعد ذلك عرضية داخل منطقة اللاجساب الكرة عادت مرة أخرى من وسط الملعب لمصلحة الفريق الفرنسي الفريق الكويتي والفريق الفرنسي قدمات مباريات كبيرة على مستوى مرحلة المجموعات على مستوى الدور الربع لنهائي الفريق الكويتي في مرحلة المجموعات كان في مجموعة هي الثالثة فيها فرنسا أو فيها البرازيل عفوا وروسيا وتشيلي وكذلك السودان بينما فرنسا كانت مجموعة هي المجموعة الرابعة والتي فيها تونس بالإضافة لبرتغال والأردن وفريق كرواتيا هذه المجموعتين بالنسبة للفريقين لكن بعد ذلك لحسابات الدورب عن نهاية وكما ذكرت فرنسا لعبت أمام فلسطين والكويت أمام الفريق الإماراتي كرة وصلت فرنسية محاولة خطيرة للفريق الفرنسي التصميم لكن هنا الممتاز هنا المميز هنا من يسير على خطة الأساطير الكويتية في حراسة المرمى ولعل في مقادمات محمد التربول كرة وصلت من الجنب الأيسى لمصلحة الفريق الكويتي تمرح عابرة عبدالوهاب الهندي لديه الكرة يتقدم عبدالوهاب يبحث عن مساندة عودة للخلف عذبي بن حجي لديه الكرة لكن طالت عليه وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس في هذه اللحظات بطولة النب في نسختي الثالثة بصبغة عالمية بمشاركة عشرين متخب من مختلف إقارات العالم يا أحب الكرام شاهدنا في هذه البطولة في مرحلة المجموعات وفي الدور ربع النهائي الكثير من الجمال على مستوى الأداب بين البراعة من المتواجدة هنا أقل من ثلاث عشر سنة بالنسبة للعبين في المشاركة في هذه البطولة نتحدث عن نجواء كانت جميلة نتحدث عن روح رياضية كانت عالية ونتحدث عن تنافس كذلك كان كبير بين المنتخبات عرضية نرسلت عالية رصية ولكن راية مرفوعة راية مرفوعة هدف ألغية هدف يلغى في هذه اللحظات ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الفريق الكويتي جاهد الكرة السرر بالفعل كان موجود في الكرة الماضية على لعب الفريق الفرنسي الذي احتفل بالهدف لكن الحاكم المساعد الأول رفع الراية أو الحاكم المساعد الثاني تامر أبو بكر رفع الراية وأشارب إلى التسلل في الكرة الماضية كرة من قولة لمصلحة الفريق الفرنسي والذي يبدأ ضغطا في هذه اللحظات يحاول الفريق الفرنسي كرة من قولة على طريق اللعب جواشم الذي الكرة الخلف وصلت بعد ذلك عند سميله في الدفاع اللعب ويليام مايكل لابريسلس يتقدم يحاول يمر بعد ذلك يمر الكرة بليسار تسل الجديد نعم تسل الجديد تسل كان على لعب الفريق الفرنسي في هذه اللحظات وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة في هذه الأثناء البحرين الإمارات عمال الجزائر إيطاليا المغرب فلسطين السعودية قطر الصين الكويت البراسيل روسيا تشيري السودان فرنس تونس البرتغال وكذلك الأردن مع منتخب كرواتي هذه المنتخبات التي شاركت في هذه اللبطولة ثمانية منتخبات وصلت إلى الدور الربع النهائي في هذه اللبطولة ولحب الكرام وصلت وتصويباتت عالية لكن هنا عبد الرضا الشاب أبعد الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة الفريق الفرنسي في هذه الأثناء ركلة ركنية لمصلحة الفريق الفرنسي في هذه اللحظات على يساري حارس المرمى الحارس عبد الرضا الشاب ستنفذ ركنية الفرنسية فريق الفرنسي أكثر في الدقائق الثلاثة التي مضت بينما هنا كرة أرسلت عالية تصدي السلام عبد الرضا الشاب يتصدق في هذه الكرة وصلت من جديد مرة اخرى لمصلحة الفريق الفرنسي جواشم عند الكرة يحاول فيها حاول ان يمر اللعب الذي تسلل في مناسبتي لكن هنا عبدالوهاب الهندي مرور بصورة ممتازة تقدم بامتياز بعد ذلك تمريره في اليسار عن طريق سعود الصالح سعود يستفيد من هذه الكرة سعود عند الكرة يحاول يبحث عن سميل عبدالوهاب ينتظر هذه الكرة وصلت من عبدالوهاب لديه الكرة يبحث عن مرور تقدم من الجانب ليس لكن تغطية الفرنسية دفاعية عودة بالكرة الى خطة يصفر حكم اللقاء السيد تسلستن لمصلحة الفريق الفرنسي في هذه الاثنان لما الامس شهدنا مواجهة قوية بين الفريق الكويتي امام الفريق الاماراتي مواجهة كانت وكما ذكرت وصنفت بانها نهائي قبل الاوان عطفا على ما قدموا الفريقان في الجولة الاولى ومرحلة المجموعات لهذه المطولة هنا فرصة فرنسية خطيرة الكرة ما زالت داخل ارضية الملعب يحافظ على الكرة النعب الفرنسي بينما محاولة المرور والتقدم من الجانب الايمن لكنها تحولت بعد ذلك الى خارج الملعب الى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة الفريق الكويتي ركلة مرمى لمصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظات كرة أرسلت عليها طويلة تعود مرة اخرى عند حارس مرمى حارس تانجا جوتشيك حارس مرمى الفريق الفرنسي كذلك من الحراس الذين تألقوا في هذه البطولة كرة وصلت أسماء كثيرة حقا تألقت في هذه البطولة ولحب الكرام هنا محاولة تمريره بصورة ممتازة انتلاقة عرضية تتلك التغطية دفاعية حضرت وكرة عادت مرة اخرى لمصلحة الفريق الكويتي عدبي بن حجيب يبرر في وسط الملعب تقدم بعد ذلك في اليمين انتلاقة سريعة كويتية من الجيئة اليمنى عن طريق اللعب سعود الصالح يومار الحسين على الفنان ماذا سيفعل الحسين يا السلام يا السلام مرور بصورة ممتازة ينتظر يتريث يمرر بعد ذلك الفرصة الكويتية تمرير مرة اخرى وسعود والتصويب لكن التصدي من حرس المرمى هوتشيك يتصدى في هذه الكرة حرس مرمى الفريق الفرنسي إذا المحاولة أولى كويتية ظهرت في الكرة الماضية كرة متعود مرة اخرى لمصلحة الفريق الفرنسي منتظر أن نشاهد السجال كبير ما بين الفريقين في هذه المباراة النصف نهائية الثانية على مستوى هذه البطولة وأذكر وكما ذكرت أن الفريق المغربي كان قد فاس على حساب الفريق البحريني قبل هذا اللقاء بثلاثة هداف نظيفة وبالتالي حجزة لنفسه مقعدا في المباراة النهائية حسين علي مرور أول ممتاز مرور ثاني بامتياز يا السلام يا السلام يا السلام هذا المهاري يقدم كل شيء في هذه البطولة يعطينا لمحات فميات لمسات مهارات رائعة ورائعة جدا ومنتظر منه أن يكون من أكبر لعبين في كرة القدم الكويتية تصويباتها لكنها سهلة عند حارس المرمب الحارس تنجاج أوتشيك حارس مرمب الفريق الفرنسي الصد في الكرة الماضية ما عليك حسين حسين علي نجم المهاري طبعا ذكريات الماضي بالنسبة لكرة القدم الكويتية كرة القدم الكويتية والتي تربعت في السنوات كرة القدم الآسيوية وكذلك وصلت للعالمية عندما نتحدث عن الكويت وعن إنجازات الكويت وعن الأساطير التي مرت على كرة القدم الكويتية كرة القدم الكويتية التي نتمنى أن تعود مثل ما كانت كرة وصلت لمصلحة الفريق الفرنسي تمرنت عن طريق اللاعب دليل علي مميز هذا اللاعب يسادر ممتاز لكن هنا عبد الرضا الشاب يتصدب لهذه الكرة حارس مرمى الفريق الكويتي كرة منقولة عن طريق عدبي بن حاجي حسين علي تمرنا بالصورة ممتازة كرة منقولة بتعود مرة أخرى حسين علي يتقدن في اليمين حسين علي دائما ما تحضر معه الخطورة دائما ما تحضر معه الخطورة هنا عرضية لكنها قطعت من مدافع الفريق الفرنسي وعادت مرة أخرى في وسط الملعب لمصلحة الفريق الفرنسي خطة يصفر حكم اللقاء في هذه اللحظات الفريق الكويتي لم يخسر ولا مباراة خسرها الفريق الكويتي في هذه البطولة بينما فريق الفرنسي فاز في ثلاثة وبعد ذلك الرابعة كانت عن طريق ركلات الترجيع بالنسبة للفريق الفرنسي فاز في أربع مباريات على مستوى مرحلة مجموعات والخامسة كانت من خلال ركلات الترجيع على حساب الفريق الفلسطيني وكما ذكرت خطة سينفذ كرة فرنسية أرسلت عاليا لكنها تركت اللي تتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة الفريق الكويتي في هذه الأثنال فريق الكويتي في هذه البطولة فاز على برازيل وفاز على تشيري وفاز على السودان وفاز على روسيا في المباراة الأخيرة بعد ذلك الفوز على الإمارات في إطار الدور ربع النهاية حسين علي يتقدم يحاول يمرر كرة ممتازة سعود عند الكرة سعود يحاول فيها لكن اللاعب الفرنسي تمكن من استخلاص هذه الكرة عادت من جديد لمصلحة الفريق الفرنسي من الجنب الأيسر على طريق اللاعب باج واشم يلعبنا كرة في وسط الملعب دليل علي ينتظر الكرة واللاعب دليل بالفعل إن الخالب تعود مرة أخرى لكن عودة دفاعية من لعب الفريق الكويتي كرة منقولة سعود قاسم يتقدم لسعود الصالح بعد ذلك عادت للفريق الفرنسي مرة أخرى محاولة المرور التقدم من وسط الميدان بحث عن زميل بعد ذلك سقوط خطا يصفر حكم اللقاء لمصلحة الفريق الفرنسي في هذه اللحظات خطا لمصلحة الفريق الفرنسي فريق الفرنسي فاز على الفريق التونسي البرتغالي الأردني وكذلك الكرواتي ومن ثم الفلسطيني وبالتالي نتحدث عن منتخبين بنقاط كاملة على مستوى المباريات ومرحلة المجموعات وكذلك على مستوى الدور الربع النهائي وكما ذكرت لهذه البطولة البطولة الثالثة في نسختي الثالثة بطولة كاسي جين في هذه النسخة العالمية طبعا اقتصرت المشاركة أو المشاركة فيما سبق على المنتخبات العربية في النسخة الأولى التي توجب بها الفريق التونسي والنسخة الثانية التي توجب بها الفريق السوداني كنا وصلت من الجانب الأيمن لمصلحة الفريق الفرنسي هل سيكون النهاية عربي في حال إذا ما وصل الفريق الكويتي أم أن الفريق الفرنسي رأي آخر في هذه النسخة العالمية كنا وانتلاقها من الجانب الأيسر لمصلحة الفريق الكويتي محاولة المرور التمرير من الجانب الأيسر بعد ذلك الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس تانجا جوتيك عشر دقائق مضت من عمر هذا الشوط الشوط الأول من هذا اللقاء والتعادل ما زال سلبيا في النتيجة ما بين الفريقين كرة وصلت فرنسية فريق الفرنسي قوة الفريق الفرنسي لعب الجماعي كذلك كلامر هذه الميزة بالنسبة للفريق الكويتي شهدنا ذلك في معظم مباريات المنتخبين أما بالنسبة للفريق الكويتي لديه عناصر بامتيازات فردية كبيرة عندما نتحدث عن بمزايا فردية أقول كبيرة عندما نتحدث عن فريق الكويتي كرة وصلت وسلم مرة أخرى عبدالوهاب الهندي تمرير إلى سعود الصالح عند الكرة مروريا السلام بسيكل ممتاز في وقت كنت تتحدث فيه عن الحلول الفردية سعود الصالح مر كرة بتعود مرة أخرى للفريق الفرنسي تامين دفاعي كرة مسالة فرنسية خطيرة ولكن تصويبها بعيدة تحولت إلى خارج المنعب إلى ركلة مرمب لمصلحة الفريق الكويتي عند حارس المرمب الحارس عبدالريضا الشاب كرة خطيرة كانت مدرب فرنسي الساتجويل مدرب الفريق الفرنسي وتابعي وناظر يعطي التعليمات كرة وصلت من الجنب الأيمن جواجم يستخلص هذه الكرة تعود مرة أخرى في وسلم مدان لمصلحة الفريق الفرنسي في هذه الأثناء عن طريق المدافق أغوربور عند الكرة أغوربور عند الكرة يمرر في وسط الملعب أقول هذه الكرة عن طريق اللعب أرثر فرانكويس كرة بتعود مرة تنخرى للخلف تمرير حاضرة تغطية دفاعية حضرت تعود مرة تنخرى للفريق الكويتي ولكنها ما لبثت إلا وعادت إلى خارج الملعب إلى رمي التماس للفريق الفرنسي في هذه اللحظات رمية جانبية هداف غزيرة أكثر من 150 هدف في مرحلة المجموعات كذلك لمر على مستوى الدور للربع النهائي تقارب في المستويات بين المتخبات التي تأهلت في إطار الدور على الربع النهائي من هذه البطولة لكن هنا في الدور النصف النهائي مباراة نتهت بثلاثية نظيفة مباراة حتى الآن فيها تعادل السلبي قائم ما بين الفريقين كرة تحولت إلى خارج الملعب رمية التماس لمصلحة الفريق الكويتي فريق الكويتي سين علي لديه الكرة سين يتقد في اليمين يا سلام مرور من بين لعبين ولكنه لا يتم كرة وصلت فرنسية كرة ورسلت عالية تسل لم يكن موجود لكن هنا حارس المرمى هو الموجود حارس المرمى الحارس عبد الرضا شهاب فصد في الكرة الماضية كرة وصلت من الجنب الأيمن على طريق اللاعب سعود الصالح تقدم من سعود سعود عند الكرة سعود يمرر كرة بصورة ممتازة محاولة مستمرة تعود الفريق الفرنسي مرة أخرى تمريره من الجنب الأيمن ضغط عالي فرنسي في اليمين بعد ذلك العرضية هنا أتت لكنها سهلة عند حارس المرمى على مرتين الحارس عبد الرضا شهاب يبعد هذه الكرة تصل إلى الجنب الأيمن عن طريق حسين علي حسين علي يتقدم بسرعة يسبق اللاعب طبعا جواكشم أبو كوري وخطب يصفر حكم اللقاء أحد من أبرز اللاعبين في هذه البطولة بمهاراته بانطلاقاته بما يقدم حسين علي اللاعب اللي يعتبر من نجوم الغد نعم هم الأسماق التي من الممكن أن نصنفها بأنها من نجوم الغد بالنسبة لهذا اللاعب الذي يلعب بقوة وبفعلية وبمهارات كبيرة أسماء أن في هذه البطولة تألقت كثيرا لكن يبقى حسين علي واحد من الأسماء المميزة والبارزة في هذه البطولة بشكل كبير لعب الفريق الكويت الذي سقط في هذه الكرة سين علي السلامات لعب الفريق الكويت نتمنى له السلامة ولكل اللاعبين داخل أرضية الملعب علي السعدون أكيد من حقه أنه يقلق على سلامة واحد من أبرز مفاتيح مفاتيح اللعب لفريق الكويت في هذه البطولة خطس عود الصالح على تنفيذ سعود الصالح على تنفيذ هذا الخطب أيضا المدرب هنا لدينا فرنسي والساتجوبيل بينما خطس ونفذ في هذه اللحظات لمصلحة الفريق الكويتي كرة من السعود يرسل كرة عالية ممتازة جميلة رصية وفرصة لكن حارس المرمى هو الكرة بعد ذلك من الدفاع تعود مرة أخرى خطب على النعب سعود قاسم في الكرة الماضية خطب على سعود قاسم في الكرة الماضية مصلحة الفريق الفرنسي وكذلك نعب سعود قاسم يعتبر نعب الفريق الفرنسي في هذه البطولة يعني من الممكن أن نقول أن الكبار تعلموا الكثير من الدروس من هؤلاء الصغار نعم كثير من الدروس حقيقة في هذه البطولة على مستوى الروح الرياضية الكبيرة في كثير من اللقطات في كثير من اللحظات ولعل أبرز تلك اللحظات ما حدث في مباراة قطر وفي لصين كرة من قولة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي بتعود عند حالي سلمان مهوتشيك في الجنب الأيمن لمصلحة الفريق الفرنسي تقدم مرة أخرى بعد ذلك عرضية ترسل عالية حسين علي عادب ليكمل المباراة من شديد السلامات للعب حسين علي كرة من قولة عبدالوهاب الهندي يتقدم في وسط الميدان عبدالوهاب لديه الكرة يبحث عن سميل عبدالوهاب يوصل يتقدم يمرر إلى سعود الصالح لديه الكرة سعود يحاول فيها لكن في الأخير عند مدفع الفريق الفرنسي أكلمة خمس دقائق متبقية هنا فرصة كويتية لكنها عادت مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي مجددا كرة من قولة في وسط الملعب عبدالوهاب الهندي يتقدم في اليسار يبحث عن مساندة تمريرة حاضرة حسين علي يمرر في وسط الملعب حسين يتقدم من الجانب الأيمن حسين لكن التغطية دفاعية يعلمون ويعرفون تماما خطورة اللاعب حسين علي بالتالي رقابة كانت حاضرة في الكرة الأخيرة رمي التماس للفريق الكويتي عبدالوهاب حجي حسين علي عبدالوهاب مرة أخرى يمرر كرة أمتازة من الجانب الأيمن مرور من صورة جميلة تلاق التوقع محاول وهدف فول هذا فول هذا فول عبدالرحمن الخضر يتمكن من تسليل الهدف الأول في هذه اللحظات عبدالرحمن الخضر يتقدم للفريق الكويتي في هذه الأثناء يا السلام يا السلام يا السلام إن لم يحضر المهاجم فالمدافع هو من يتكفل وإن غاب المهاجم المدافع ومن تكفل بالتسليل وبالفعل هذا فول جميل لمصلحة الفريق الكويتي تقدم عبد الرحمن ووصل عبد الرحمن واسجل عبد الرحمن الخضر الهدف الاول الفريق الكويتي في هذه اللحظات اذا هدف اول يسجل مصلحة الفريق الكويتي عبد الرحمن الخضر هدف اول الكويت لشيل الفريق الفرنسي كورة كويتية والتصويب ولكن تصديد من حارس المرمى الحارس تانجا جوتشك فريق الكويتي يعني يقدم ادا كبير في هذه اللبطول فريق الفرنسي شاهدناه كذلك في هذه البطولة لكن الآن الأفضلية عبد الرحمن خضر يتقدم مرة أخرى كرة شبيهة لكرة الهدف الوحيد تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات ركلة ركنية في هذه الأفنام كرة ستنفذ لمصلحة الفريق الكويتي أصلت الكرة عالية داخل مطيقة الجزاء لكنها سهلة عند حارس المرمى أوتشيك عارس مرمى الفريق الفرنسي يتصدف كرة عادت مرة أخرى تمرنا حاضرة في اليسار فريق الفرنسي دليل علي والعرضية جميلة هنا فرصة فرنسية لكن تسلل كان موجود راية مرفوعة تسلل كان موجود الحكم المساعد الثاني تامر أبو بكر رفع الراية وأشار إلى خطة كانوا إلى تسلل كان موجود في الكرة الماضية عبد الوهاب الاندي يلعب كرة في اليسار ما نقوله في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الفريق الكويتي اليوم الأمس عبد الرحمن الخضر كانت تكفل بتسجيل الهدف الأول في مرمى الفريق الإماراتي واليوم هو من تكفل بتسجيل الهدف الأول في مرمى الفريق الفرنسي نعم يتماس لمصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظات يعني ماذا عسانا نقول في أداء هذه البراعم في هذه البطولة خصوصا براعم الفريق الكويتي أداء كبير أداء كبير أداء جميل تجانس وتناغم والسجام رائع من لاعب الفريق الكويتي في هذه البطولة في كل المباريات تركيز عالي كذلك لا ننسى أمر مهم التركيز من لاعب خط النجوم من لاعب خط الدفاع من حارس المرمى فريق الكويتي حقيقة يجب أن يحدث الاهتمام بهذه العناصر بهذه البراعم ما بعد هذه البطولة كرة وصلت في وسط الملعب ولربما نتذكر هذه الأسماء مستقبلا عندما تغدو نجوما في تشكيلة الفريق الكويتي الأول والمنتخب الكويت الوطني كرة وصلت إلى خطة لمصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظات كرة ستنفذ لدينا عبد الوهاب الهندي عبد الوهاب الهندي على تنفيذ هذا الخطة في هذه الأثناء لمصلحة الفريق الكويتي المتقد بنتيجة أقل من دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي كرة ورسلت عالية عبد الرحمن الخضر كرة تركت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الفريق الفرنسي عند الحارس تاجة جوتشيك حارس مرمى الفريق الفرنسي يلعب الكرة سريعة فريق الفرنسي يلعب سريعا بمحاولة للوصول إلى شباك الحارس عبد الرضا الشاب كرة عادت مرة أخرى كويتية وفرنسية في وسط الميدان سين علي قطع هذه الكرة تعود الفريق الكويتي تمرير حاضر لكن السهلة عند حرس المرمى وفي هذه اللحظات يا أحب الكرام مشاهدين متبعين في كل مكان حكم اللقاء أنهى هذا الشوط الأول من هذه الامرات بتفوق الفريق الكويتي بهدف نظيف على حساب الفريق الفرنسي الشوط الأول ينتهي استراحة وألقاكم عبدات الشوط الثاني إلى اللقاء في هذه المباراة الثانية لهذا الدور النصف النهاية ولا فرصة ولا كويتية السريعة أحسين علي التصدى إذن الشوط الثاني انطلقت من هذه المباراة الشوط الأول انتهى بالتفوق الفريق الكويتي على حساب الفريق الفرنسي الهدف الوحيد سجلت عبد الرحمن الخضر الشوط الثاني انطلقت في هذه اللحظات ولحظ الكرام هنا خطى لمصنعة الفريق الفرنسي الذي أصبح يلعب على يسار الشاشة والفريق الكويتي أصبح يلعب على يمين الشاشة خطى لمصلحة الفريق الفرنسي الشوط أول بدأ وكرة كانت تسريع الفريق الكويتي عن طريق المميز المبدع المهاري الفنان إحسين علي ولكن تصدى للحارس الفرنسي تانجا جوتشيك طبعا دخل في تشكيلة الفريق الفرنسي لعب لارويا ماشي خطى لفرنسا في هذه اللحظات ما هي التعليمات للمدربين ما بين الشوطي هذا اللقاء هنا تصويبا صدمت في دفاع تنخر فرنسية لكن هذه الكرات لا تمر مثل هذه الكرات لا تمر لماذا؟ لأن هناك عبد الرضا الشاب يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الرضا الشاب واحد من نجوم الغد وكما ذكرت في كثير من لحظات في هذه البطولة نعم اللعب هو حرس المربى الحارس عبد الرضا الشاب كرة وصلت لمصلحة الفريق الكويتي مرور بصورة امتازة تقدم من الجيئة اليوم عبد الرحمن الخضر والعرضية الكرة عادت مرة تنخر اليوم نشاهد عبد الرحمن الخضر يلعب هجوميا أكثر من أدائه دفاعي مثل ما حدث في المباريات الماضية طبعا غادر أرضية ملعب كاليل بيمكنوتي ودخل بدل منه اللعب نار روي ماشين وكما ذكرت في تشكيلة الفريق الفرنسي تحت الفرصة من حكم اللقاء الحكم الذي يدير هذه المباراة وذكر طبعا بطاقم التحكيم في هذه المباراة السيد سيلسن هو الحكم الذي يدير هذا اللقاء والساعدة أشكوزوه وكذلك الحكم تامر أوباكر ولدينا عبد الباصت الحداد وهنا فرصة كويتية تصويبها تصدي من حارس المرمى الحارس تاجا جوتشيك براعم قدموا مباريات كبيرة في هذه البطولة كذلك على مستوى الحكام في هذه البطولة قدموا كذلك مباريات كبيرة هنا تلاقى أحسين علي يتقدم من الجانب الأيمن يحاول أن يموه يحاول أن يمور أحسين يعود مرة أخرى يا السلام يا السلام يا السلام أحسين علي تمرير الصحيح أكبر وصلت مرة أخرى الفريق الكويتي لكنها عادت فرنسية في وسط الملعب لمصلحة الفريق الفرنسي خطى يصفر حكم اللقاب في هذه اللحظة خطى يصفر حكم اللقاب في هذه الأثناء لمصلحة الفريق الفرنسي دان كنا منقول من الجانب ريسر فرنسية من وسط الملعب على طريق اللعب دليل علي واحد من أبرز اللعبين نعب الدائما مكان يسجل أهداف في هذه البطولة لكن في مبارات اليوم وكما ذكرت عندما نتقدم في الأدوار كلما تقاربت المستويات بين المتخبات اللي مشارك الفريق الكويتي حتى الآن بالعلامة الكاملة مع هذا الإيقاف في هذه الدقائق كرة وصلت كويتية تمريرة من وسط الملعب كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة الفريق الكويتي بعد ذلك السهلة عند حارس المرمى من الجنب الأيسر توقع الكرة من الجنب الأيمن سعود الصالح يمرر في اليمين عادت مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي من جديد بعد ذلك الحسين علي يتقدم حسين علي ديشتي يمرر كرة ومتازة ولكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس تانجا جوتيك عادت فرنسية من الجنب الأيمن كرة ورسلت طويلة في اليسار بعد ذلك راسية لكن هنا سهلة سهلة عند حارس المرمى الحارس عبد الرضا شاب حارس مرمى الفريق الكويتي يتصدى في هذه الكرة منقولة من الجنب الأيمن كرة ورسلت تعاليها من داخل مطيقة اللجزاء وحاول من خلالها اللعب سعود قاسم بالإحاق بالكرة وصلت عنده لعب الفريق الفرنسي طبعا لدينا معاذ العجمي بدر المنصور جاسم العنزي ولدينا سعد الدعاس وفهد العجمي ولدينا منزيد المطيري في دكة المدلات للفريق الكويتي هنا محاولة فرنسية من الجنب الأيسر عرضية عادة مرة أخرى في وسط الميدان أعمار صغيرة ولكن بمواهب كبيرة في هذه البطولة من جميع المتخبات التي شاركت وتألقت في هذه البطولة في النسخة الثالثة كرة منقولة مرور بصرع امتازة سعود يتقدم سعود الصالح يمر الكرة جميلة في اليسار لكنها سهلة عند حارس المربع الحارس تانج جوجي قبل أن تصل إلى اللاعب سعود قاسم عادة فرنسية من وسط الملعب تقدم عن طريق اللاعب أرثر فرانكويس عند الكرة في وسط الميدان يبحث عن سميل تمريره إلى أقصى اليسار مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي والساعي إلى تسجيل هدف التعادل في هذا الإقاب في وقت يلعب فيه الفريق الكويتي بأقصى درجات التركيز في هذا الإقاب عادة فرنسية في وسط الملعب كرة منقولة شاهدوا الآن الفريق الكويتي أين يلعب يعني حقيقة يحسب للمدرب علي السعدون هذا الانضباط وهذا الانتظام وهذا الانسجام كرة وصلت عالية إلى خارج الملعب وما زالت داخل أرضية الملعب لمصلحة الفريق الفرنسي محاولة المرور على طريق اللاعب دليل علي عادت مرة أخرى في وسط الميدان لكنها أصبحت الفريق الكويتي سعود الصالح يتقدم يا سلام مرور أول بسرعة امتازة بعد ذلك التمرير حاضر يا سلام يا سلام هنا فرصة عبد الرحمن الخضر والتصويم لكنها تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى كرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى وشاهدوا الآن ضغط العالي يبدأ من حسين علي وكذلك من اللاعب سعود قاسم كرة عند حارج سلمرمى تانجا جوتشيك فريق الفرنسي لا يجد حتى الآن المنافذ التي توصل إلى الشباك الحارس عبد الرضا الشاب في هذا الإقاب عادة فرنسية ويليام عند الكرة ضغط عالي من جانب اللاعب سعود قاسم أصلت كرة سعود عادة ليغطي في المكان الموكل له أن يغطيك كرة أرسلت فرنسية طويلة بعد ذلك عبد الرحمن الرشيدي والفرصة وهدف فول هدف التعادل للفريق الفرنسي في هذه اللحظات هدف التعادل يسجل للفريق الفرنسي في هذه الأثناء الفريق الفرنسي نجح أخيرا من تسجيل هدف التعادل وفرحة هذا الهدف بعد كرة أرسلت خلف المدافعين تمكنت من خلالها اللاعب لأن الرليو من تسجيل هدف التعادل للفريق الفرنسي هدف لهدف أصبحت النتيجة الآن في هذه المباراة المثيرة في هذه المباراة الجميلة ما بين الفريقين الفرنسي والكويتي فريق الفرنسي إذن يعود بينما كرة عن طريق اللاعب حسين علي يتقد في وسط الملعب تمريره يستعد دخول اللاعب بدر المنصور بينما كرة منقول لمصلحة الفريق الفرنسي مرور وبعد ذلك تمريره من الجيئة اليمنى عرضية بل تصويبه كانت مباشرة لكنها تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة الفريق الكويتي في أذنى ركلة مرمى لمصلحة الفريق الكويتي في أذنى اللحظات لدينا اللاعب بدر المنصور يستعد الدخول بينما يصابت لعب الفريق الفرنسي هنا اللاعب مايك باتينجر مايك باتينجر يتعرض لإصابة نتمنى له السلامة حكم الإيقاط يتوجه للإقنان على سلامة اللاعب الفرنسي هذه المباراة يوم تلعب في الساد عبدالله بن خليفة بنادي الأخوية بينما هنا تغيير في تشكيلة الفريق الفرنسي في أذنى اللحظات لدينا اللاعب بايك باتينجر يغادر أرضية الملعب اللاعب لويسون هو من يدخل لويسون بيامون يدخل في هذه اللحظات في تشكيلة الفريق الفرنسي في التغيير الثاني المدرب فرانسيوس جوفي حسين علي عند الكرة فريق الكويتي يبحث عن التقدم مرة أخرى كرة من قولة في وسط الميدان تعود من جديد فرنسية في وسط الملعب وحاولة المرور بعد ذلك تصل الكرة في اليسار التقدم للفريق الفرنسي محاولة مستمرة فرصة من الجيئة لا يسرى والمحاولة للتصويب آتت التزديد عادت مرة أخرى في وسط الملعب من الجنب الأيمن اتلاقت اللاعب ويليام يمرر في اليمين والعرضية مرة أخرى لكن التغيير الدفاعي الفريق الفرنسي ومن يضغط في هذه اللحظات بينما هنا عبد الرحمن الرشيدي عاد دفاعيا عبد الرحمن الرشيدي في وقت يتقدم فيه عبد الرحمن الخضر من اليسار عبد الرحمن لديه الكرة يحاول فيها يتعثر رعب الفريق الفرنسي بينما عبد الرحمن والتصويب لكنها أرضية كانت ضعيفة السهلة عند حارس المرمى الحارس تانجا جوتشيك كرة وصلت من الجنب الأيمن بدر المنصور سيدخل في هذه اللحظات كرة وصلت للفريق الفرنسي تعود مرة نقرة إلى خارج الملعب إلى أركلة ركنية وتغييره سيحدث في هذه اللحظات ياسر أشكناني سيغادر أرضية الملعب ياسر أشكناني سيغادر أرضية الملعب وبدر المنصور سيدخل بدلا منهم في هذه اللحظات إذن ياسر أشكناني يغادر أرضية الميدان ويدخل بدلا منه اللعب بدر المنصور في التغيير الأول المدرب علي السعدون خطاب بركنية فرنسية كرة ورسلت عالية والإبعاد وناياتي عادت بناء هجمة مرتدة للفريق الكويت عن طريق سعود الصالح يتقدم يمرر كما ينبغي عبدالوهاب الهندي يحاول فيها لكن قطعت من أمام عادت فرنسية في وسط الملعب المرورة من أول بعد ذلك الفرصة والتمرير حاضرة بصورة ممتازة لكن الكرة عبدالرحمن وعبدالرضا شاب خرج مرمى وقطع الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة الفريق الفرنسي في هذه اللحظات رمية جانبية فرنسية كرة من قولة من الجانب الأيسى لمصلحة الفريق الفرنسي على طريق اللعب أرتر فرانكويس يلعب الكرة إلى وليام مايكل بريسس عند الكرة باليسار تقدم لمصلحة الفريق الفرنسي مرة أخرى بص الكرة من جديد على طريق اللعب وليام عكس جاء اللعب الأقصى اليمين لكنها تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى عشر دقائق مضت من عمري هذا الشوط الأول منه الشوط الثاني من هذا اللقاب تحدث عن هدف السجرة عبد الرحمن الخضر في الشوط الأول وعادلة في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاب الفرنسي ليليان الراليو كرة تصف اليسار لمصلحة الفريق الكويتي عبد الرحمن رشيدي يتقدم يحاول كرة قطعت من أمامه أصبحت فرنسية من الجيئة اليمنى لويسون يتقدم في اليمين يمر كرة بشكل ممتاز لكن عبد الوهاب الهندي في التأمين الدفاعي عبد الوهاب الهندي والتمرير أحسين علي كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي نقلت هذه الكرة للفريق الفرنسي خطيرة محاولة أن تأتي ولكن يا سلام دائما عبد الرضا الشاب حارس الذي كان أفضل لاعب في المباراة الماضية في مباراة الدور الربع النهاي أمام الفريق الإماراتي كان الحارس عبد الرضا الشاب هو رجل تلك المباراة بل أفضل لاعب في تلك المباراة كرة منقولة في اليسار وصلت الكرة من جديد فرنسية تعود الكرة الخلف ترسل عالي وتويلة ألف المدافعين قبل ذلك المدافع قطع الكرة عادت وأصبحت فرنسية من وسط الملعب تمرير محاولة خطيرة لمصلحة الفريق الفرنسي من الجنب الأيمن والعرضية ترسل عالية تغتية دفاعية حضرت كرة بتعود الفريق الفرنسي الذي يفغط ما زالت الخطورة بعد ذلك إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة ركنية ركلة ركنية فرنسية ركلة ركنية لمصلحة الفريق الفرنسي في يد الأتناب على يسار حارس المرمة الحارس عبد الرضا شاب ستنفذ إلى الركلة الركنية حارس المرمة عبد الرضا شاب يسعد بينما الفرنسي يرسل كرة عالية التصدي من حارس المرمة دائما يتفوق عبد الرضا شاب كرة وصلت تقدم سريع الفريق الى كويت اتلاقت عبد الرحمن الخضر لديه الكرة عبد الرحمن وصل التقدم والعرضية لكن اللعب الفرنسي يستخلص هذه الكرة عادت مرتين أخرى من وسط الملعب لمصلحة الفريق الفرنسي تقدم في اليسار مبارا مثيرة ما بين الفريقين بينما هناك كرة فرنسية عبد الوهاب الهندي قطع هذه الكرة شتت هذه الكرة طويلة حيث يتواجد سعود الصالح حسين علي ينتظر وصلت لحسين حسين يتقدم في الجانب الأيمن حسين يا سلام يا سلام تقدف اليمين حسين بعد ذلك عاد الخلف مرة أخرى يبحث عنه مساندة أصلت لبدر المنصور من الجنب الأيمن بدر لديه الكرة بدر والعرضية ترسل عالية تغطية الفرنسية دفاعية تعود مرة أخرى فرنسية من وسط الميدان تمرير حاضرة طويلة لكنها سهلة سهلة في الكرة أو سهلة الكرة في الأخير عند حارس المرمى الحارس عبد الريض الشاب كرة سهلة من عبد الريض الشاب كرة أرسلت تعالي حسين علي كنترول بصورة ممتازة حسين علي يمر إلى سميلة دفع كان موجود وخطط يصفر حكم الإقالي مصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظة حتى موجود إذن عبد الرحمن خضر بينما هنا حكم الإقال شار الخطب الفعل عملية المسك والشد والجذب كانت حاضرة من جانب اللاعب جواشم جواشم وحسين علي حوار ما بين لعبين في هذا الإقال يتفوق حتى الآن فيه اللاعب حسين علي خطة سينفذ لمصلحة الفريق الكويتي كرة ترسل طويلة والحكم يشير إلى إعادة تنفيذ الخطة وبطاقة الصفراء ربما تكون حاضرة على نعب الفريق الفرنسي بطاقة الصفراء ربما تكون حاضرة أم أن الحكم يعطي لدار الشفاء فقط لنعب الفريق الفرنسي يحدد مكان الوقوف في المسافة القانونية لكرة كويتية ستنفذ عن طريق عبد الوهاب الهندي عبد الرحمن خضر خضر مكان داخل مطيقة الجزاء والتصويب ولكن إلى خارج الملعب تحولت هذه الكرة إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة الفريق على فرنسي بصورة ممتازة عكس الكرة عكس تجاء اللعب تعود مرتين أخرى عبد الوهاب الهندي استخلص هذه الكرة عبد الوهاب الهندي من الجنب الأيسر يمر الكرة بعد ذلك في وسط الملعب عادة مرتين أخرى فرنسية تقدم عن طريق اللعب وليام مايكل بريسس عند الكرة في اليمين لكن عبد الوهاب الهندي قطع هذه الكرة وعبد الرحمن خضر تمريره أصلت لعبد الرحمن خضر عند الكرة الآن في وسط الميدان مرور عن أول بصورة ممتازة بعد ذلك تمريره تقدم مرة أخرى للفريق الكويتي يا السلام يا سعود الصالح تمريره كانت حاضرة باتجاه سعود قاسم سعود قاسم يستخلص هذه الكرة يتقدم يحاول سعود قاسم لكن خاطة موجود لمصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظات إصرار كبير عند لعب الفريقين دائما إصرار كبير عند لعب الفريقين وشهد صراع على الكرة في كل مكان في الوسط أو عند منطقة العمليات أي فريق خطة سينفذ لمصلحة الفريق الكويتي لدينا سعود الصالح على تنفيذ هذا الخطأ على تنفيذ هذه الركلة الحرة المباشرة للفريق الكويتي ترسل عالية لكن حارس المرمى الحارس تانجة جوتشيك تصدى في هذه الكرة أقل من خمس دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء مرور فرنسي اتلاق فرنسية يا السلام مرور بصورة ممتازة هنا فرصة يا السلام يا عبد الرضا يا شاب يا السلام يا عبد الرضا شاب نعم انتظروا هذا الاسم انتظروا هذا الاسم عبد الرضا شاب كرة وصلت للفريق الكويتي خطيرة هنا فرصة محاولة مرور تقدم لكن تغطية فرنسية حاضرة إثارة كبيرة إثارة كبيرة ورتم سريع في هذا اللقاء اليوم بدر المنصور وصلت للكرة للعب الكويتي عبد الوهاب الهندي مر من الأول عبدالوهاب تقدم عبدالوهاب موى عبدالوهاب يحاول يسدد ولكن كرة عادت مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسلان هجمة من هنا وأخرى من هناك سجال كبير في هذا اللقاء ما بين هذه البراعمة ولحب الكرام في هذه المطولة كرة وطلاقة عبدالرحمن الخضر يتقدم إلى خارج الملعب إلى رمية التماسق في هذه اللحظة رمية جانبية في يد الأثناء لمصلحة الفريق الكويتي ندير هنا اللعب الكويتي عبدالرحمن الخضر يترك الكرة لزميله عبدالرحمن الرشيدي واجبا دفاعية أكبر في هذا اللقاء أكلت لللعب عبدالرحمن الرشيدي على عكس المباريات الماضية كرة وصلت من وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي ثلاثة على لعبين هنا فرصة فرنسية محاولة تصويب لكن بعيدة إلى خارج الملعب كان بإمكانه أن يمرر إلى زملائه لاعب الفريق الفرنسي الواضح في الصورة لاعب ليليان الراليو لاعب ليسجل هدف التعادل في هذا الإقاب هل ستحسب المباراة في الدقائق المتبقية أم أن ركلات الترجيح ستكون هي الفيصل في هذه المباراة رمي التماس من من الفريقين سيتأهل للمباراة النهائية ليلتق الفريق المغرب الذي تأهل السلفا بعد فوز على الفريق البحريني قبل هذا الإقاب ثلاثة أهداف نظيفة كرة وصلت عن طريق اللعب الفرنسي أرثار فرانكوز أصلت كرة مرة أخرى فرنسية عكس جاء اللعب إلى الجانب الأيمن لكنها تحولت بعد ذلك إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة الفريق الكويت ركلة مرمى للفريق الكويتي عبد الرحمن الخضر عبد الرحمن الرشيدي وصلت لي عبد الرحمن الرشيدي كرة منقولة في وسط الميدان على طريق سعود سعود الصالح يلعب الكرة أحسين علي دجدي في وسط الملعب أحسين علي يتقد في الوسط أحسين يمر إلى سعود الصالح تمرى حاضرة في اليسار تقدم إلى الجانب الأيسر محاولة مستمرة عبد الرحمن الرشيدي لكن كرة كانت مغطوعة تعود مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي في يد الأفلام أقول الكرة من الجانب الأيمن ولكن وصلت بعد ذلك عند حارس المرمى الحارس عبد الرضا الشاب كرة وصلت عند حارس المرمى عبد الرضا الشاب حارس مرمى الفريق الكويتي أقول الكرة من الجانب الأيمن لكنها سهلة عند الحارس الفرنسي لديه الكرة أصلت الوسط مرة أخرى فرانكوس يتقدم ميل يسار مرة أخرى فرنسية عارتر من جديد لديه الكرة يبحث عن سميل ويليام ينتظر هذه الكرة وصلت بالفعل عن طريق اللاعب ويليام الدقيقة الأخيرة بلا قلم الدقيقة لا تتبقى تسلل كالموجود في الكرة الماضية وركلة حرة غير مباشرة للفريق الكويتي خمسة انتصارات لكل فريق في هذه البطولة لكن هنا هذا اللقاء عنوانه أكون أو لا أكون في المباراة النهائية المباراة النهائية ستجمع المغرب مع من؟ هل هي مع الكويت؟ أم مع فرنسا كرة تعود مرة أخرى للفريق الكويتي عبدالوهاب الهندي يتقدم يمر كرة أمتاز حسين علي طويلة على حسين علي ولكن يحاول يحاق الكرة وصلت بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه الحضار ركلة مرمى في هذه الأكنام بقول الكرة في وسط الملعب ركلة المرمى نفذت ولكن حكم اليقاء شارع إلى عادة تنفيذ ركلة المرمى كرة منقولة ليليان أو ويليان يرسل كرة طويلة من الجنب الأيسر كرة مغطوعة بدر المنصور حسين علي عند الكرة حسين يمر الكرة الخلف وصلت عالية وطويلة بعد ذلك الكرة مغطوعة سين علي مرة أخرى يحاول فيها سين علي استخلص هذه الكرة عادت مرة أخرى دقيقتان هو الوقت المحتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط على الشوط الثاني من هذا الإقاب مصلحة الفريق على فرنسي توقع هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى كويتية عبدالوهاب الهندي يتقدم من الجنب الأيمن عبدالوهاب الصور من عبدالوهاب الهندي يتواغل في الجنب الأيمن يبحث عنها مساندة كرة بتغيير مرة أخرى في وسط الملعب لمصلحة الفريق إلا فرنسي لا تقدم أطلوب الكرة في يميه لكن مرور بصورة أمتازة محاولة خطيرة هنا فرصة وتصويبه ولكن تصدي من حارس المرمى تصدي من حارس المرمى كرة وصل لكم جديد مرة أخرى لمصلحة الفريق الفرنسي بعد الكرة مرة أخرى من الجنب الأيمن محاولة فرنسية ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة الفريق الكويتي ترسل كرة طويلة تعد الكرة مرة أخرى مصلحة الفريق الكويتي مرة أخرى عبدالوهاب الهندي وعند الكرة في اليمين بدر المنصور لدي الكرة في اليمين بدر حسين علي حسين يتقدر في الجنب الأيمن حسين علي هنا فرصة محاولة خطيرة والتصويبه كرة ما زالت عبدالوهاب والتزديدة لكنها إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى وهنا تغيير حدثت في هذه اللحظات وكاد أن يحدث في هذه الأثناء ولكن صافرة حكم اللقاءات أيها الأحب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان تعادل كان السيد الموقف في الشوط الثاني من هذا اللقاء ومع نهاية هذه المباراة بين المنتخب الكويتي والمنتخب الفرنسي في هذا الدور النصف النهاء الثاني من هذه البطولة من بطولة كاسي جين في نسختها الثالثة إذن هدف مقابل هدف إذن ركلات الترجيح هي التي ستكون الفيصل في هذا اللقاء لمعرفة من سيتأهل للمباراة النهائية طبعا الفريق الفرنسي كان قد وصل إلى هذا الدور النصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح عندما فاس على حساب الفريق الفلسطيني يوم الأمس لكن في مباراة اليوم أمام الفريق الكويتي هل سيتغير الحال للفرنسيين أم أنه سيبقى نفس الحال نشاهد وننتظر ونتابع ما الذي ممكن أن يحدث في ركلات الترجيح ما بين الفريقين الفريق الكويتي تقدم أولا عن طريق اللاعب عبد الرحمن الخضر تقدم كان في الدقيقة السابع عشر من زمن شوط المباراة الأول بعد ذلك اللاعب ليليان ناراليو كان قد سجل هدف التعادل في شوط المباراة الثاني وتحديدا في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الثاني من هذه المباراة جواء جميلة طقس جميل طيلة أيام هذه البطولة يولا حب الكرام مباراة اليوم وهذا الدور يصادف وكما ذكرت اليوم الرياضي هنا في دولة قطر بينما ننتظر وإياكم من من الفريقين سيتآهل إلى المباراة النهائية الفريق الكويتي أم الفريق الفرنسي أكيد عصاب مشدودة عند لعب الفريقين وعند دكة المدلاء للفريقين وكذلك كلمر بالنسبة للمدربين علي سعدون المدرب الفريق الكويتي وكذلك كلمر بالنسبة للمدرب السيد شفئي المدرب على الفريق الفرنسي لا ننسى أن الفريق الكويتي حارس مرمى مميز وهو الحارس عبد الرضا الشاب وكذلك كلمر بالنسبة للحارس الفرنسي الحارس سوتشيك إذن ركلات الترجيح أيها الأحب الكرام طبعا بعض من لاعبي من مسائية بين الفريق الذي يخسر من ركلات الترجيح حقيقة كل فائز في هذه البطولة لكن الفريق الذي سوف يخرج من هذا اللقاء سيلعب أمام الفريق البحريني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الفترة المسائية وكما ذكرت هذا اليوم إذن ستبدأ ركلات الترجيح في هذه اللحظات سنشهد من سيحمي العريم في البداية ومن سيكون هو المنفذ للركلة الترجيحية الأولى حارس مرمى الفريق الفرنسي إذن هو من سيكون في المرمى بينما لدينا اللعب سعود الصالح على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للفريق الكويتي سعود الصالح على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى سعود الصالح على تنفيذ سعود الصالح عمام الحارس سوتشيك سعود على تنفيذ الركلة الترجحية الأولى للفريق الكويتي ونسعود الصلح ولكن إلى خارج الملعب إن صدمت في العارضة واعتلت العارضة بعد ذلك وتحولت إلى خارج الملعب ركلة ترجحية أولى تضيع على الفريق الكويتي معلش؟ معلش يا سعود الصالح قدموا مباراة كبيرة حارس المرمة عبد الرضا الشاب حارس مرمة للفريق الكويتي بينما لعب الفريق الفرنسي على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى هنا لعب الفريق الفرنسي على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للفريق الفرنسي هنا التصويب وهدف هدف نعم يمسجل الركلة الترجيحية الأولى ناجحة عن طريق الفرنسي الفرنسي يتمكن من تسجيل اللعب ويليام يسجل الهدف الأول والركلة الترجيحية الأولى إذن الركلة أولى ناجحة لفرنسا وأخرى ضايا عن الفريق الكويتي الركلة الترشيحية الثانية لمصلحة الفريق الكويتي في هذه الأثناء عبد الرحمن الخضر على تنفيذ الركلة الترشيحية لمصلحة الفريق الكويتي في هذه الأثناء على تنفيذ الركلة الترشيحية الأولى لمصلحة الفريق الكويتي هنا طبعا حكم الإقام يامر اللاعب بجاهزية أفضل مثلما كان داخل أرضية الملعب وبالتالي ركلة ترجيحية ستنفذ هي الثانية للفريق الكويتي علي سعدوني وتابعي وناظر ما الذي ممكن أن يحدث في هذه الكرة حريس المرمى عودشيك يسعد بينما عبد الرحمن الخضر على تنفيذ عبد الرحمن الخضر على تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية عبد الرحمن حاول فيها الحارس الفرنسي ولكن الكرة دخلت والكرة سجلت للفريق الكويتي الآن ركلة لركلة ركلة لركلة ولكن الفريق الفرنسي سدد ركلة وحيدة فقط الآن مدرب علي سعدون ولعب الفريق الكويتي وعاولون كثيرا على حارس المرمى الحارس عبد الرضا الشاب لكن هنا لدينا اللاعب الفرنسي على تنفيذ الركلة الترجيحية الفرنسية ثونيو يسجل النعام ممتازة كانت في وسط المرمى عن طريق اللاعب دليل علي دليل علي تمكن من تسجيل الركلة الترجيحية الثانية لمصلحة الفريق الفرنسي شهد الكرة كانت في منتصف المرمى وبالتالي ركلتان لركلة وركلة ترجيحية ثالثة للفريق الكويتي لدينا هنا عبد الرحمن الرشيدي على تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة للفريق الكويتي من أجل الهدف الثاني عبد الرحمن الرشيدي عبد الرحمن الرشيدي عبد الرحمن الرشيدي يسجل نعم ممتازة ممتازة جميلة عبد الرحمن الرشيدي يسجل في مرمى الحارة سوتشيك وبالتالي ركلتان لركلتين عادت تعادل مرة أخرى ولكن بأفضلية في ركلة جزائية وركلة ترجيحية ركلة ترجيحية نعم أخرى من فريق الفرنسي الثالثة ستكون الآن عارس المرمى عبد الرضا شاب بينما لدينا هنا لعب الفريق الفرنسي في هذه اللحظات جواشم على تنفيذ جواشم أمام عبد الرضا جواشم جواشم يتصدى عبد الرضا شاب يتصدى حارس المرمى الكويتي للركلة ترجيحية الثالثة للفريق الفرنسي ويبقى تعادل بل يعود تعادل مرة أخرى يعود تعادل مرة أخرى في هذا اللقاء ركلتان لركلتين بعد ثلاث ركلات ترجيحية هنا نشاهد ردة الفعل من زيد المطيري والزملائي في الفريق الكويتي حسين علي على تنفيذ الركلة ترجيحية ولكنها ضاعت الصدمة في العارضة للمرة الثانية حسين علي هذه المرة صدمت في العارضة ولكن عبد الرضا شاب يتوجه لحسين علي وكأن اليسان حالة لا عليك إذا ضاعت هذه الكرة فأنا سأتكفر بالتصدي عبد الرضا شاب يشجع زميلة نعم يشجع زميلة نعم عبد الرضا شاب وركلة ترجيحية فرنسية هي الرابعة الركلة الترجيحية الرابعة لفرنسا يسعد حارس المرمى في يد الأثناء ولدين اللاعب بلان روي ماشين دخل في الشوط الثاني ماشين على التنفيذ ماشين يسجل يسجل لمصلحة الفريق الفرنسي الركلة الترجيحية الرابعة ثلاث الاثنتين وهذه الركلة الترجيحية الخامسة للفريق الكويتي إذا ضاعت الفريق الفرنسي سيتاهل وإذا سجلها عبد الوهاب الهندي فالأمل ما زال موجود نشاهد نرى عبد الوهاب الهندي على تنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة لمصلحة الفريق الكويتي ركلة ترجيحية خامسة للفريق الكويتي يسدل نعم ويسجل عبد الوهاب الهندي يسجل عبد الوهاب الهندي هنا الركلة الترجيحية الحاسمة في هذا اللقاء لمصلحة الفريق الفرنسي الركلة الترجيحية الحاسمة هي الركلة الترجيحية الخامسة في هذا اللقاء عدف سجل عبد الوهاب الهندي السلام بهذه الطريقة كانت على يساري حارس المرمى الحارس ساوتشيك بينما هنا الفرنسي على التنفيذ إذا سجلت انتهت اللعب الفرنسي ليليان راليو ليليان راليو ليليونيو السجل الفريق الفرنسي إلى المباراة النهائية نعم فرنسا مع المغرب في المباراة النهائية ولحب الكرام الفريق الفرنسي من خلال ركلات الترجيح بواقع أربع ركلات لثلاث استطاع أن يرافق الفريق المغربي إلى المباراة النهائية في هذه البطولة مبروك للفريق الفرنسي حظ أوفر للفريق الكويتي كنتم أبطال كنتم رائعين وأنتم فعلا من اللاعبين الواعدين ننتظركم مستقبل كبير وكبير 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 جدا بالنسبة لألعب الفريق الكويتي كل التوفيق للمنتخبات لذلك وصلت إلى المباراة النهائية وأذكر بأن هناك مباراة تحديد مركز الثالث والرابع ستجمع الفريق الكويتي مع الفريق البحريني إذن يا أحب الكرام مشاهدين ومتابعين في مكان فرنسا والمغرب في نهاية بطولة كاسي جيم في نسختها الثالثة وذلك يوم الغد بإذن الله تعالى والفريق الكويتي أمام الفريق البحريني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أرجو أنكم استمتعتم بمبارتي هذا اليوم في هذا الدور النصف النهاية على أملي أن نلتقي وإياكم في اللقاءة قادمة تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة